عامان بلا رواتب رقم قياسي آخر لأزمة لم يسبق أن شهدها أي بلد غير اليمن نحو مليون موظف في القطاع المدني يعيشون معاناة لا تنتهي منذ أن توقفت رواتبهم بشكل شبه تام إنعكاسات كارثية سببها توقف صرف رواتب الموظفين وصلت حد أن أصبحت المجاعة خطرا يهدد حياة العديد من الأسر في مناطق سيطرة ميريشي الحوثي أو تلك المحررة في آخر معالجات ملف الرواتب كشف تقرير للحكومة بدأها بالتفاوض مع البنك الدولي حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدفع رواتب موظفي الدولة القرض الذي سيقدمه البنك لليمن بحسب التقرير يأتي من قابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام لسداد القرض فيما يظل السؤال قائما حول إمكانية قيام الحكومة بإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصطير لبيعه دون الحاجة لقروض التمويل بالاقتراض بحسب اقتصاديين هو تمويل غير تضخمي أو بمعنى آخر حالة ضعف وركود اقتصادي يرافقه تضخم تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمون في اقتصاد البلد ولكن يكون هناك ارتفاع حاد في الأسعار ولأن الديون عبؤها ثقيل جدا على الدول وتمتد آثارها لسنوات طويلة قال اقتصاديون إن القرض لن يحل المشكلة بل سيراكمها على المدى الطويل ما لم يتم توفير بيئة آمنة لعودة الشركات النفطية وترشيد الإنفاق وتقديم موازنة تقشفية للحكومة وإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال معالجات عديدة تحاول الحكومة القيام بها لسداد مرتبات الموظفين غير أن التأخر في حل الأزمات المعيشية التي ترتبت جراء انقطاع الرواتب فاقمت كثيرا من الأزمة وزادت من تبعاتها